الالاف من المصابين بامراض مزمنة في الانبار يعيشون واقعا مزرية جراء انعدام المراكز التخصصية لعلاج العقم وامراض القلب وزراعة الكلة والجملة العصبية اضافة الى الامراض العقلية ليجد المرضى انفسهم مجبرين على تحمل عناء السفر الى دول الخارج او المحافظات الاخرى لتلقي العلاج بتكاليف باهظة بعيد عن القطاع الخاص هو القطاع الحكومي اللي يقدم خدمة مجانية هناك الكثير من التخصصات مثلا او الاقسام اللي فتحوها على اساس ما ندري يعني فتحوها لكن ما يكون لها تفعيل لها او شي جان مثلا القلبية او الجملة العصبية او زراعة الكلة يعني الستاذة عندك لا سمح الله اي مريض وشفناها احنا نشوف الحالات اذا عندك اي مريض يا اما بغداد او اربيد او الاحرى الهند او حتى عمان يعني اقل شي ذاتي تخلي يعني لو تضع بجيبك يعني تخلي تبيع عملاكك وتبيع لا سمح الله يعني اقل شي دفترين فما فوق المرضى يشتكون من غلاء اسعار العلاجات في الصيدليات الخارجية فضلا عن عدم وجود اطباء متخصصين في المستشفيات الحكومية واقتصارهم على اجراء بعض العمليات في المستشفيات الاهلية التي استنزفت جيوبهم لتتصاعد مطالباتهم بفتح مراكز تخصصية تعالج مجانا يعني احنا نطالب وزير الصحة بفتح مراكز بمحافظة الانبار ليش بس الاهلية يعني عندك القصرة القلب المفتوح العفو الا خارج المحافظة عندك القصرة اللهم خارج المحافظة هنا اكو قصرة القلب بس الا بالمستشفيات الاهلية بالحكومية ما اكو الحروب الاخيرة على الانبار اسهمت بزيادة الامراض اهمها العقم ناهيك عن تلوث مياه نهر الفرات الذي تسببت ايضا بزيادة اعداد المصابين بالفشل الكلوية امور تستوجب التحرك من قبل الجهات المعنية لتوفير العلاجات اللازمة والمراكز التخصصية والكوادر الطبية لانهاء معاناة الى في المرضى من الانبار دريس يحيان قناة الفلوجة